وفي لقاء خاص مع التليفزيون المصرية أشار عدد من أعضاء مجلس النواب بقانون رعاية حقوق المسنين وأكدوا أن القانون يهدف إلى رفع الوعي المجتمعي بحقوق المسنين وتوفير سبل الإتاحة لهم وكذلك تيسير تعاملات المسنين مع الجهات الحكومية وغير الحكومية قانون في غاية الأهمية وهو قانون لرعاية المسنين وضمان حقوقهم ده في إطار تشريعي وده بيأتي تأكيدا لنصوص دستورية أهمها المادة 83 اللي هي عن تلتزم الدولة برعاية حقوق المسنين وده ما أنا أعتبره رد قوي جدا على بعض من هم يطلقون الشائعات على الدولة المصرية وده بيأتي ضمانا من ضمانات حقوق الإنسان للمواطن المصري أيضا حزمة الجراءات وحزمة التشريعات خاصة بالعلاوة ورفع الحد الأدنى للمواطن المصري وده بينعكس إنعكاس إيجابي على المواطن في ظل ظروف اقتصادية طاحنة العالم كله بيشهد ظروف اقتصادية ومشاكل اقتصادية كبيرة جدا القانون بها العديد والعديد من المميزات التي تخص المسن بشكل عام والمسن الأولى بالرعاية وأحد تلك المميزات مميزات طبعا في إعفاءات في استخدام المواصلات العامة وإعفاءات في استخدام المنشآت الرياضية والمنشآت الثقافية وغيره ممكن كمال كان فيه بيكفل له الرعاية الصحية والنفسية وده يتفق مع المادة 83 من الدسور التي ألزمت الدولة أنها يتوفر الرعاية الصحية والنفسية والاجتماعية للمسن الحقيقة حزمة العلوات الاجتماعية اللي وفقنا عليها دلوقتي في المجلس الحقيقة ده بيؤكد ما أشار إليه في خمط الرئيس أنه دايما مع الطبقات محدودة الدخل وهذه الحزمة توجه للعاملين في جهاز إدارة الدولة والمعاشات الحقيقة مبارح وفقنا على خانون المسنين كلها الحقيقة بتصب في صالح المواطن اللي فعلا يحتاج إلى المساعدة حزمة الحقيقة أنا بركز على المعاشات 15% ويمكن لتاني مرة يزاد المعاش في هذه الفترة القريبة من 1-7 واعتبار من 1-3 والأول مرة الحقيقة يتصدق على 180 مليار جنيه كقرارات اجتماعية اللي وفقنا عليها وحزمة العلوات اللي جات ب180 مليار وده رقم الحقيقة الدولة قدرت توفره لصالح المواطن محدود الداخل